الفرق بين الممرض حديث التعيين وبين الممرض الجديم التعيين أو الخبير الممرض حديث التعيين بيراجع وبيقرف لما المريض راجع الممرض الخبير بنادي عمال النظافة عشان ينظفه وراء الممرض حديث التعيين بيلبس الـ ID وبيلبس اسمه وبيلبس شعار المستشفى وبيلبس 100 ألف شغلة وشغلة الممرض الخبير ما بيعرف أصلاً ونحط الـ ID الممرض حديث التعيين بيعمل زيادة عن اللزوم بينما الممرض الخبير الديكومنتيشن تتبعه دايما ناجس الممرض حديث التعيين بحب شارك بالCBR واي اشي صعب او متعب الممرض الخبير دايما برمي الممرض حديث التعيين على الشغل على الCBR الممرض حديث التعيين بحب كل الدنيا تعرف انه ممرض بينما الممرض الخبير نفسه ما احدا في الدنيا يعرف هو شو بيشتغل الممرض حديث التعيين بكتب التفاصيل المملة لشغله على ورجه بعدين بينجلهم بالحرف على ملف المريض الممرض الخبير بيكتب كلمتين مختصرات على ظهر إيده وبينسا ينجلهم أصلاً على الملف الممرض حديث التعيين بمض اليوم كله وهو بصحة المريض الـ disoriented بينما الممرض الخبير بيكتب إنه المريض disoriented وبربطه بالسرير وبرعيح رأسه الممرض حديث التعيين بنتبه لأي ألار من أي آيفي بامب عن مسافة 500 متر بينما الممرض الخبير والقديم ما بنتبه لأي صوت لو انفجار خمبل النوويين الممرض حديث التعيين بيقعد ساعتين أحمم بالمرض بينما الممرض الخبير برميها على practical أو على nurse assistant الممرض حديث التعيين بيفكر إنه كل الناس رح تحترمعه بينما الممرض الخبير بيعرف إنه كل الناس رح يتلومه الممرض حديث التعيين كلما يشوف نقطة على الباندج بده يغير الدرسينج كامل بينما الممرض الخبير بيعرف إنه نقطة دم ما بتخرب الدنيا الممرض حديث التعيين بيدور على فرصة عشان يشتغل مع الأهل أو يتفاعل معهم الممرض الخبير بيدور على فرصة عشان يتهرب منهم الممرض حديث التعيين بفكر أنه الأجهزة والأدوية والمستلزمات رح توصل للقسم أول بول ويمكن قبل ما تخلص أصلا الممرض الخبير عارف أنها ما رح توصل أساسا الممرض حديث التعيين بظل أسبوعه يمرن المريض على البلادر ترينينج أنه يعرف يتبول في أوقات معينة الممرض الخبير بركب فولسكاثتر وبريح رأسه الممرض حديث التعيين برد على أي اتصال فورا الممرض الخبير أولا بيعرف مين المتصل وبعدين بيقرر يرد أو لا وما برد على أرقام غريبة الممرض حديث التعيين بفكر أنه المريض النفسي إنسان مسلي ومحترم ولازم تهتم فيه بينما الممرض الخبير بعتقد أنه إنسان مجنون القاعد معاه ضايع وقت الممرض حديث التعيين بيحمل معاه كتب وإن ما يروح بعد ما تخرج لسه بده يتعلم بينما الممرض الخبير بيحمل معاه أكل جهوة دول حرجة حبتين واجع راس حبتين تبع الدسك حبتين ضغط وسكري الممرض حديث التعيين مش راح يعجبوا الكلام اللي أنا قلته في هذا الفيديو لكن الممرض الخبير من زمان راح ينبسطوا يضحك ويعطيني لايك شو في فروقات بين اثنين ما قلتها اكتب لي تحت بالتعليقات ترجمة نانسي قنقر